نعود إلى المغرب حيث تتم اليوم بمدينة ورززات المؤتمر الدولي للسياحة التضامنية في دورته الثامنة وقد خلص هذا المنتدى الذي تواصلت ندواته على مدى ثلاثة أيام لمجموعة من التوصيات والقرارات التي تهم دعم المشاريع التي من شأنها النهوض بالسياحة التضامنية في الوحاة بالمغرب وعبر العالم فليوم الختامي المنتدى الدولي للسياحة التضامنية في نتخذيه للثامنة برززات أكد المشاركون على ضرورة الحفاظ على المجالات الواحية والبيئية وذلك عبر سن قوانين وملائمة القوانين لجميع الدول مع العمليات تتمين انتاع الواحة كذلك أكدت على ضرورة استفادة الساكنة المحلية خصوصا الشباب والنساء من هذه المشاريع الاقتصادية المديرة للدخل والأهم كذلك هو خلق وعي عالمي والتحسيس بضرورة الحفاظ على البيئة والمجالات الواحية في المناطق التي يتم فيها هذه النشاط الاقتصادي التي يتعلق بالسياحة